مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ولقاء يتاجدد دائما مع صباح كل يوم وبنصبح عليك النهاردة الحد خمسة من ربيع الآخر للعام الهجري عام 1444 هجريا 30 أكتوبر 2022 في بداية هذا اليوم بنقول اللهم اجعل لنا نفوسا راضية وقلوبا صافية يا رب العالمين يا رب يكون يوم جميل وسعيد علينا جميعا بإذن الله النهاردة الحقيقة معنا مجموعة من الفقرات القيمة والهادفة معنا فقرة بنقول فيها أنه يعني في هذه المرحلة مصر بتشهد حالة من التنمية والازدهار والتقدم إقامة الكثير والكثير من المشاريع القومية في كل مكان على أرض مصر توسيع ما ظلت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل يعني بإذن الله جميع الأسر الأكثر احتياجا شايفين مبادرة حياة كريمة هذه المبادرة اللي تكلفت الملايين والملايين اللي بالفعل بتصل لكل مكان على أرض جمهورية مصر العربية كل المناطق النائية كل مناطق الأرياف القرى هتصل بإذن الله لكل مواطن مصري الحقيقة هذه التنمية بتسيل في خطوط متوازية ولكن بنقول مع كل هذه التنمية ومع كل هذه الاستثمارات لا بد أن يكون هناك استثمار في البشر لأن البشر الإنسان هو اللي بيقيم هذه المشروعات القومية وده الحقيقة أيضا اللي أكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء شخصية الإنسان المصري النهاردة هنتكلم عن هذا الجانب وهو طبعا جانب مهم جدا لا يقل أهمية أبدا عن هذه الاستثمارات وهذه المشاريع هنتكلم عن بناء الإنسان المصري بناء شخصية الإنسان المصري البناء السليم البناء السوي البناء الجيد لأن كل المجتمعات وكل التقدم بيقام على شخصية الإنسان عن بناء الإنسان هتكون معنا فقرة مهمة إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم معنا فقرة تانية بنتكلم فيها عن الشعر والحقيقة دايما بنقول أي نوع من أنواع الفنون فهو رسالة رسالة جميلة بيقدمها الفنان للمجتمع النهاردة معنا شاعر بيقول لنا مجموعة من القصائد الأدبية الجميلة قصائد وطنية قصائد اجتماعية مجموعة من الكلمات الجميلة بيبعث بيها رسالة لكل أفراد المجتمع القصائد الوطنية دايما بتصير فينا روح الحماس والعزيمة والإرادة وحب الوطن مع الشاعر ومع مجموعة من القصائد الأدبية هتكون معنا فقرة مهمة مشاهدين الكرام لكن زي ما احنا دايما متعودين بنبدأ يومنا بالرياضة والنشاط والحيوية هنتلع فاصل ونشوف مع حضراتكم هذه الفقرة الرياضية ونرجع مرة تانية ونبدأ جولتنا السريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية والحقيقة طول أيام شهر أكتوبر وإحنا دايما بنحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر كل عام وحضراتكم بخير وكل عام والشعب المصري يا ربي يحتفل بانتصارات وانتصارات قادمة ولكن عايزين يعني هذا النصر العظيم يفضل معنا طول أيام السنة لأنه بالفعل بيدينا المزيد من الإرادة والحماس والعزيمة وحب الوطن مش في شهر أكتوبر فقط ولكن كل دقيقة وكل ثانية وكل يوم لازم نفتكر هذه الحرب العظيمة وهذا النصر العظيم اللي للشعب المصري وللقوات المسلحة المصرية بأكملها ويمكن للشعب العربي بأكمله اسمحوا لنا نبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأحد 30 أكتوبر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد إطلاق الملتقة الدولية الأول للصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه بمنح الرخصة الزهبية لكل المستثمرين المتقدمين لمدة ثلاثة أشهر الرئيس السيسي نقدم التحية للقطاع الخاص على مبادرة زيادة الأجور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد تدشين مشروعات مبادرة تطوير الصناعة الوطنية ابدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الصناعات يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية الرئيس السيسي مصر لديها فرصة كمصنع وحركة التجارة يعاد تشكيلها في العالم كله دكتور مصطفى مدبولي يكلف حماية المستهلك بتلقي شكاوى المواطن في حالة المبالغة في الأسعار رئيس الوزراء لن يتم السماح بإخفاء السلع أو المبالغة في الأسعار وزير التموين الاحتياطات من السلع المختلفة كافية ومطمئنة المدارس تبدأ اليوم اختبارات شهر أكتوبر لصفوف النقل تشغيل عيادات مسائية بمستشفيات التأمين الصحي في سبع محافظات وآخر أخبارنا مع أخبار التقس واستعراض سريع لدرجات الحرارة في بعض المحافظات تقس الأحد مائل للحرارة نهارا وشبورة صباحا على الطرق ودرجات الحرارة في محافظة القاهرة العزمة 27 والصغر 20 في الأسكندرية 26-19 في مرسى مطروح 24-16 في سهاج 29-18 في قناة 30-19 وأخيرا في محافظة أسوان درجة الحرارة العزمة 31 والصغرى 19 مشاهدين الكرام بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام جولتنا السريعة مع الأخبار لكن حالا هنتلع فاصل وهنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا وبناء الإنسان لكن قبل ما نبدأ فقرتنا هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير الهام عن بناء الإنسان وكيفية بناء الإنسان البناء السليم والصحيح والسوي لإقامة مجتمع صحيح مجتمع قوي مجتمع قادر على التنمية والتقدم بإذن الله نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقراتنا وبنصبح عليك مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية وبنتكلم عن بناء الإنسان والحقيقة بناء الإنسان هو الأساس في بناء المجتمعات وبناء الحضرات ودائما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد على أهمية بناء شخصية الإنسان بيؤكد على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات اللي بتقدم لكل مواطن مصري وزي ما قلنا زي كنا بنتكلم على مشاريع قومية بنتكلم عن استثمارات بنتكلم عن مبادرات للحماية الاجتماعية بالتأكيد فكل هذه الأمور بتهدف إلى بناء الإنسان البناء السليم والسوي إلى أي مدى أهمية بناء الإنسان مفهوم بناء الإنسان وأمور كثيرة جدا هنعرفها عن هذا الموضوع في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود الكاتب الصحفي الأستاذ حسن بديع أهلا بحضرتك معنا أهلا ودائما حضرتك بتشرفنا وتنورنا في النمجنا الله يخليك منورة بأهلاها أهلا بك أهلا بحضرتك أستاذ حسن يمكن زي ما حضرتك سمعتني في هذه المرحلة مصر بتشهد عملية من التطوير والتنمية بتسير في خطوط متوازية في كافة المجالات والحقيقة يمكن من أحدث هذه الأمور هو الاهتمام بمجال الصناعة ومبادرة إبدأ هذه المبادرة اللي سيادة الرئيس يعني بيقدم فيها الكثير والكثير من التسهيلات لكبار المستثمرين وكبار رجال الصناعة لتشجيع الاستثمارات ولكن ماذا عن بناء الإنسان المصري؟ يمكن بناء الإنسان هو الأساس وهو اللي بيتبني عليه كل حاجة بتتبني عليه المجتمعات وبتتبني عليه الحضارات وبتتبني عليه الأوطان بناء الإنسان هو العملية الأساسية دائما بناء البشر أهم مليون مرة من بناء الحجر لأن الحجر له عمر فتراضي وبينتهي لأي سبب من الأسباب لكن البشر هو الذي يبقى والبشر هو الذي يتوارس والبشر هو الذي يعطي لأبنائه وأحفاده والأجيال التي تأتي من بعده كل القيم والثوابت التي بيبنى عليها أو تبنى عليها المجتمعات واللي بتحمي مجتمعنا منذ فجر التاريخ فعملية بناء البشر أو بناء الإنسان هي العملية الأولى الأولى بالرعاية والاهتمام من أي شيء على الإطلاق وهي عملية صعبة ومغقدة ومركبة وطويلة وممتدة هي ليست يعني من العمليات الصغيرة التي يمكن أن تتم في يوم وليلة هي مسألة بتحتاج أجيال وبتحتاج عمل دقوب متواصل وعمل جماعي ومجتمعي وليس عمل فرد أو شخص هو بحتاج منهج اجتماعي ككل للدولة وللمجتمع وللشعب وللبلد ككل بتقوب على التوازن بناء الإنسان روحيا واجدانيا وماديا وبناء معتقداته وفكره وثوابته على أساس من قيامنا الثابتة الأصيلة وثوابتنا الجينية والاجتماعية والوطنية واللي بترسخ الهوية المصرية والعربية والجينية أي انكارك إسلامية أو مسيحية وكلها نبعى من ترابنا الوطني ونبعى من بلادنا ونبعى من عقيدتنا صحيح هذا فرمان وحضراتك هذه كل الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام جميل وبنأكد عليه أن كل المشروعات اللي بتقام والاستثمارات والمصانع فكلها بتهدف أيضا لبناء الإنسان لما نوفر فرصة عمل لكل شاب من الشباب لما نوفر فرص عمل للرجال يزودوا دخلهم يقيموا أسر سوية وأسر سليمة يبقوا أصحاب دخل فكل هذه هي منظومة متكملة بتهدف في النهاية لبناء الإنسان البناء السليم طيب من وجهة نظر حضرتك إيه هي جهود الدولة الرئيسية لبناء الإنسان؟ هي في تقديري جهود الدولة تبدأ منذ الصغر لا أريد أن أقول حتى تبدأ منذ مرحلة الولادة تبدأ من مرحلة الحضانة تبدأ من مرحلة التعليم الأساسي ببناء إنسان سوي متوازن زي ما قلت لحضرتك مؤمن بركائز التلاتة التي تمثل وتعبر عن الشخصية المصرية وهي الوطنية والهوية المصرية والسماحة الدينية والهوية والانتماء العروبي وبالتالي تبدأ هذه العملية بشكل مستمر من المفترض أن يتكامل بناء الإنسان زي ما قلت لحضرتك مادية وروحانية ومجدانية وعقائديا وفلسفيا في المدرسة وفي النادي وهو يمارس الرياضة وفي العلاج وفي المستشفى وفي كل شيء وفي تطور مراحل التعليم المختلفة حتى يصل إلى صدن النضج والاكتمال العقلي والمعرفي والوعي بحيث يستطيع أن يكون إنسان سليم ناجح إضافة حقيقية هي عملية مكتملة ولا تشمل جوانا متعددة وتشمل أيضا من حقه أن يجد التعليم المناسب من حقه عشان يطلع سوي وفي مريخ سوي أن يجد البيئة المناسبة والمناخ المناسب والإعلام المناسب الذي يوجهه والثقافة المناسبة التي تنمي محاراته ومواهبه وقدراته منذ الصغر وتكتشف إمكانياته وتسقلها وتوجهها في الاتجاه الصحيح من حقه أن يجد وهو طفل كوب لبن سليم من حقه أن يجد كوب ماء سليم يطلع في مناخ طبيعي ثم بعد ذلك تبتدي محاراته تنمى في المجتمع بالتدريب بالمعسكرات تنمى قدراته وعقليته وبالاحتكاك المباشر مع مناخ الانفتاح والثقافة والمناخ العالمي والمجتمعات دخلت على بعض والعالم يكاد يكون شبه قرية واحدة أو مدينة واحدة فهو في النهاية في يزل هذا الإطار يجب أن أسلحه بالوعي أسلحه بالدين أسلحه بالثقافة أسلحه بالانتماء أسلحه بالقيم والروابط الأسرية الطبيعية اللي تطلعه في أنه إنسان سوي وعندما ينتهم المراحل تعليمه يجب أن يجد فرصة العمل الملأمة والمناسبة لدراساته وأبحاثه قدراته فنصل إلى إنسان متكابل بإذن الله طيب أستاذ حسن اسمح لي أركز على نقطة حضرتك أشرت إليها في ظل هذا الانفتاح اللي احنا موجودين فيه حاليا وفي ظل التحديات والسوشيال ميديا طبعا صحيح والكثير والكثير من التواصل الاجتماعي بالتأكيد هنا دور الأسرة بقى أصعب ودور كمان المؤسسات الحكومية زي المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية دورهم هنا لازم يكون أصعب ولازم يكون متطور علشان نحمي شبابنا من سلبيات مواقع التواصل الاجتماعية ممكن يكون لها إيجابيات ولكن بالتأكيد لها سلبيات كثيرة فهنا بالتأكيد دور المجتمع لازم يتطور عشان يواكب هذا التطور لازم يكون دور قوي دوره أصعب هنا لحماية الشباب كيف ترى دور المجتمع؟ بصراحة أرى أن احنا مصر على بعضيها دولة مجتمع أسرة في حالة حرب في حالة حرب حقيقية بكل ما تحمل الكلام نقول تحدي يا أستاذ حسن بلاش نقول حرب نقول في حالة تحدي ونقرأ لحضرتك ماشي تحدي ولكن تحدي قوي جدا صحيح ليه؟ لأن الطفل حتى الصبي وهو في حالة البناء هو أنا كان زمان الموضوع سهل قوي كان موضوع عبارة عن الأسرة والمدرسة وبالكتير قوي قوي الجامعة والكنيسة وانطع الأمر عند الحدود أو النادي أو مركز شباب جميعنا والمجتمع آه في حدود الأقارب الجران الأصدقاء النادي زي ما حضرتك تفضلتي بتاعه ده بالكتير قوي النهاردة الوضع اختلف تماما النهاردة فيه متغيرات النهاردة فيه جهات أجنبية عديدة ما يعلم بها إلا الله دخل علي أو على الولد وبتنفسني على تربيته وبتنفسني وبتخش أنا عشان كانت استخدام تعبير الحرب هي في صراع معايا كأب كأم كدولة كمجتمع كمدرسة حتى كمسجد ككنيسة أنا في حالة صراع مع قوة خفية وقوة عالمية وقوة شيطانية وقوة رهيبة وقوة تستهدف تدمير النشأ النشأ والأجيال الصعيدة الصغيرة وإدخالها في مرحلة من التوهان والضياء ولذلك أنا في حالة معركة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة دي بتتطلب مني خطة قومية شاملة بتتطلب مني توفير قدر هائل من الإمكانات بتتطلب مني يقظة على مدار الأربعة وعشرين ساعة بتتطلب مني حلول ليست جزئية ولا فردية زي الحل الأمني مثلا هذا وحده لا يكفي لكن بتطلب مني حل شامل حل مجتمعي لابد أن الكل يشترك فيه والكل يكون له هدف أسما أساسي استراتيجي لأن ده أمن قوبي وده مستقبل البلد إن أنا كيف أحمل الشباب الصغير كيف أحمي الأجيال الصعيدة كيف أحمي الشاب الطفل وفي حالة المراقب نهاردة أنا عندي تحدي الطفل الصغير معها تليفون محمول هذا التليفون يستطيع أن يتصل به في أي مكان في العالم ويشوف أي حاجة ويتكلم مع أي حد أنا إذن ما بقتش مسيطر عليه كأب كأم بنسبة 100% زي زمان نقدر نسيطر عليه بقى بطرق مختلفة إن إحنا نحاول نتمنى المهارات اللي عنده سواء مهارات رياضية نحاول نتمنى المواهب وإحنا سمعين إنه السنة دي إن شاء الله في التربية والتعليم في اليوم الدراسي هيكون فيه تركيز على الأنشطة الرياضية هيكون فيه تركيز على الأنشطة الفنية بنتمنى يعني إنه هذا الاهتمام يستمر طول أيام السنة لأن احتواء أولادنا الحقيقة زي ما حدرتك أشارت احتواءهم من خلال تنمية مهاراتهم وتدريبهم وتشجيعهم على الرياضة ده أعتقد يعني أسلم طريق علشان نبعدهم عن الطرق التانية بالتأكيد وأنا بطالب كل الجهات في البلد في مصر كلها شعبية خاصة عامة رسمية مهنية أي مؤسسة على أي مستوى أن تضع ضمن برامجة أو ضمن خططها وضمن ميزانياتها جزء بالاهتمام بالناشئ الصغير والأجيال الصغيرة بشكل أبقى لأن الجهود يجب أن تتكاتف يعني أنا كدولة مش عمل كل حاجة ومقدرش عمل كل حاجة من الآخر يعني ولا أنا ولا غيري ولا أي دولة في العالم تقدر تعمل كل حاجة وبالتالي لا بديل عن عمل مجتمعي شامل دي مهمة المؤسسات البحثية ومراكز الأبحاث وأنا زي ما قلت الحضرية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والاتحادات والروابط يجب كل جهة من هذه الجهات أن تضع في جزء من عملها أنها مسؤولة على الأطفال أو المولود من سن سنة لسن 15 يمكن دعيبق عليها جديد يمكن تطوير في عملها يمكن دبر اختصاصاتها لكن أنا بضطر للحلول خارج الصندوق في مواجهة أنت قلت الصراع ماشي صراع شامل ماشي أوكي صراع شامل يجب أن أواجهه بأساليب متعددة وأساليب شاملة وأساليب غير تقليدية وأفكار خارج الصندوق أنا في خطر حقيقي على فكرة أهم من أي مسألة سياسية واقتصادية لأنها هي بتستهدفني في داخلي بتستهدفني جوة بيتي بتستهدفني جوة مجتمعي هو بيقدر يدمرك عن طريق من غير من يدرب طلقة عن طريق أنه يدمر الأسرة الأسرة الصغيرة دي هي خليها الأولى للمجتمع أنا بدمر الأسرة أنا دمرت المجتمع وبدمر الفرض له أساس الأسرة صحيح صحيح يعني دي استراتيجية كونية يجب أن تواجه في رأيي باستراتيجية كونية صحيح والحقيقة جهود الدولة كثيرة في هذا المجال حضرتك يعني حتى لما بنقول مثلا مبادرة حياة كريمة لما قلنا القضاء على العشوائيات لما بنقول تطوير التعليم لما قلنا كمان المبادرات الصحية اللي قدمت لكل مواطن مصري صحيح فكل ده بيهدف في النهاية لبناء الإنسان يعني مبادرة حياة كريمة اللي امتدت لكل مكان على أرض مصر غير بناء طبعا المدارس والمستشفيات في بناء مجمعات للخدمات الاجتماعية في توفير فرص عمل في برامج حماية اجتماعية للفتيات كمان الصغيرات وأن هما بيشجعوهم والقضاء على زواج القاصرات يعني كل هذه المنظومة بقدر الإمكان بتحاول الدولة نهاية تقدمها عشان بتهدف في النهاية لبناء الإنسان كل ده جهده طيب ومشكور جهده كويس جدا وبيسد احتياج ضروري وهام احنا في أمس الحاجة إليه وطبعا ده ما يمنعهش ان احنا نطالب بالمزيد والمزيد وفق توفر الإمكانيات اللازمة ووفق الإمكانيات المفترقة بقدر الإمكان بقدر الإمكان بالتأكيد ده شيء جيد جدا لكن زي ما قلت لحضرتك الدولة وحدها لا تستطيع أن تفعل كل شيء لا بجيل عن كل الجهود الشعبية تتكاتف في هذا المجال يعني فيه مسؤولية تاريخية على القطاع الخاص فيه مسؤولية تاريخية على رجال الأعمال فيه مسؤولية تاريخية على المستثمرين فيه مسؤولية تاريخية على كل من يملك القدرة على أنه يقدم شيء أو يعمل شيء مش كل حاجة نرميها على الدولة ده مطلوب مطلوب أن أحول المجتمع والشعب إلى مجتمع منتج والشعب منتج ودولة منتجة وعندما أقول الإنتاج لا أقصد الإنتاج الصناعي فقط والزراعي ولا أقصد إنتاج الدولة وحده إنما أقصد إنتاج الكل إحنا 110 مليون ودخلين على 115 مليون يجب أن يكون لدينا مش قل من 40-50 مليون بيشتغل قوة إنتاجية أنا عندي ميزة مش موجودة في دور العالم أنا عندي 65% من الشعب المصري تحت السن الأربعين من الشباب خمة العطاء والقدرة على العمل والإنتاج والنطج والخبرة ما شاء الله دايما بيقال دولة فتية دولة شابة دولة عندها قدرة على العطاء طيب اسمح لي حريك برضو نركز على نقطة مهمة اللي هي تعتبر من أهم التحديات اللي بتواجهها مصر في هذه المرحلة ويمكن سيادة الرئيس أشار إليها وهي الزيادة السكانية يعني عايزين برضو نركز على النقطة دي لأن الزيادة السكانية فعلا هي بتلتهم أي زيادة في تنمية الموارد يعني زي ما حضرتك أشرت آه هنستثمر الشباب ونستثمر هذه التقات البشرية إلها إلى في المشاريع القومية وفي تطوير وتنمية المجتمع ولكن على الجانب الآخر لازم برضو يكون فيه وعي بأهمية وخطورة الزيادة السكانية بالتأكيد يعني أنا مفترض أن كل أسرة تجي في حدود طفلين على شاس يعني تنفق عليهم صح تربيهم صح تعلمهم صح تعدهم صح تجهزهم صح هذا هو المفترض مسألة وعي ومسألة برضو زي ما قلت لحضرتك عملية متكاملة يعني عملية بنية الإنسان ما دي عملية متكاملة صحيح إزاي أنا نمي وعي وقدرات العقلية وإزاي يعني للأسف البعض ما هو الفقر لو كان رجل اللي قتلتها وزي ما قال الإمام علي بن أبي طالب وهو بيأجي للجهل بيأجي النهاردة أن أنا أجيب خمس ست أطفال ورميهم في الشارع وده جهل وده ضده قواعد الدين والعقل والمنطق وكل شيء ولذلك البعض يقولك لا إذا أنا بستخدمهم ما ممكن أشغالهم بعد كده يعني حتى لو شغالهم هو أهضر أدميتهم أهضر طفولتهم وبرائتهم ومن الحقومة اللي يعيشوا في مجتمع السوي وحرامهم من حقوق الطفل الرعاية النفسية والاجتماعية وكل حاجة ومن التعليم ومن كل شيء أنت بتعمل جريمة يعني إحنا عشان كده قلت لحضرتك إحنا محتاجين استراتيجية شاملة محتاجين خطة شاملة محتاجين تكاتف كل الجهود الكل يعمل فيها بدء من رئيس الجمهوري أن أظهر مواطن ده المطلوب هو فيه جهود بتوضل لا شك في ذلك علشان ما نكون منصفين الموضوعيين فيه جهود بتوضل وملموسة على أرض الواقع حضرتك شايفينها من خلال إقامة المشاريع والقضاء على الكثير من المشاكل اللي مصر كانت بتعاني منها من سنوات ويمكن أهمها القضاء على العشوائيات ممكن رئيس المزارة ألف المؤتمر الاقتصادي الأخير إحنا محتاجين حوالي 20 ألف فصل سنويا عشان نواكم الزيادة في الأولاد ده بيانتك عنه إيه؟ زيادة نسبة التصرب التعليم طب ده بيانتك عنه إيه؟ زيادة نسبة الجهل في المجتمع طب بيانتك عنه إيه؟ فتح الباب لكل الشرور المترطبة على الجهل العملية مركبة ومرتبطة ببعض وعايزة عمل زي ما قلت لحضرتك في تقديري الشخصي عمل دقوب جماعي يومي على مدارة 24 ساعة ده عايزة منظومة متكاملة منظومة قوية منظومة تعمل في كافة الاتجاهات صح هو فيه جهود بتقفزة بس عشان ما تنباشي الصورة لا طبعا طبعا بقول حركة ده مش مجرد كلام بنقوله في الإعلام ولكن دي أمور محققة على أرض الواقع والنسبة لها شايفها بس عايزين مزيد من التطوير والإضافة والأسرة عليها دور كبير أنا عارف عليها أعباء أنا كنت هقول حركة بقى دور المواطن المصري إيه؟ يعني احنا ركزنا على جهود الدولة وجهود المؤسسات وحضرتك أشرت أنه فعلا فيه جهود ولكن محتاجين أنه نزود هذه الجهود لأنه فعلا الأعداد كبيرة لكن بالتأكيد المواطن المصري لازم يكون ليه دور قوي فعال وإيجابي في هذه المنظومة دور المواطن إيه؟ لو قلنا رسالة كده حضرتك هتقولها لكل مواطن مصري يعني بقوله حاول بقدر المستطاع وقدر الإمكان أن تتقق الله في كل خطواتك تتقق الله في الزواج وتتقق الله في عدم الإسراع بتدمير الزواج كسرت حالات الطلاق اللي بقى تدمر وبتشكل خطر كبير على المجتمع المصري تتقق الله في الطفل اللي بتجيبه وتعرف أن ربنا حيحسبك عليه حساب عسير وأن أنت مطالب وملزم أن تتخرجه إنسان سوي وتوصله إلى بر الأمان فدي المهمة الأساسية أنا في تقديري لكل إنسان وأن فيه مهمة تقيلة ملقاة على كل أسرة أن الصعوبات زادت والحياة زادت وفيه مشاكل أكتر والأسرة زمان لحد مثلا قولي 43 سنة فادي كان بتشعر في الظروف أفضل وبرك أفضل دولة التحديات كتير والاختراقات عليها كتير والأعباء كتير ما فيش كلام في كده لكن هي عليها أيضا تطور من أسالبها وتطور من شغلها وتواجه واسمح لي حضرتك لما حرج بتقول نتقي الله نتقي الله كمان في عملنا كل إنسان في عمله بداية من أصغر موظف مرورا بكل الدرجات الوظيفية كل إنسان في مكانه لازم أنه يعمل ويعمل بإتقان ما يبقاش العمل مجرد تأدية واجب كده من الساعة كذا للساعة كذا وخلاص لا عايزين العمل بإتقان عايزين جودة في العمل عايزين إنتاج يعني كل هذه الأمور هي اللي هتؤدي إلى التقدم في المجتمع لكل تأكيد يعني هي عملية متكاملة زي ما قلت لحضرتك وعملية جماعية ومش عملية فردية بأي حال من الأحوال وعايزة استراتيجيات ولدينا خبراء في التعليم في مصر ولدينا خبراء في التربية ولدينا خبراء في العلوم الأسرة لدينا خبراء في كل التخصصات والعلم اللدينا متوفر وكل شيء متوفر وعندنا الإمكانيات وعندنا الخبرات نستطيع أن نفعل الكثير ونستطيع أن نطور ما لدينا من مؤسسات فتؤثر تأثيراً إيجابياً في المجتمع لدينا أدوات هائلة وبتشتغل وفيه عمل مجتمع على فكرة شغال وفيه عمل مدني شغال فيه جمعيات الأور آه شغالة لكننا دايماً نتطلع للمزيد لزي ما قلت لحضرك التحديات عالي قوي الصراعات شديدة الاختراقات شديدة التفنن في الاختراق كل يوم فيه جديد الأسرة مش ملاحقة حقيقي الأم والأب مطحنين 24 ساعة فيه أمور كتيرة جداً تتطلب مننا الكثير إن شاء الله إن شاء الله بالإرادة وبالحماس وبالعزيمة وبالعمل وإتقان العمل والمزيد من الانتاج إن شاء الله هنصل ببلدنا الجميلة ونشوف مصر الأمل ومصر المستقبل اللي كلنا بنحلم بيها حضرتك شرفتنا ونورتنا الكاتب صحفي الأستاذ حسن شرفتنا يا فندم على هذا اللقاء وإن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة بإذن الله شكرا لحظة على أفرم